موسيقى إنها الساعة الثلاثة والعشرون في يوم مليء بالأحداث وفيها نتابع غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نفطية في ميناء الحديد اليمني وتوقع قتلى وجرحى وجيش الاحتلال يؤكد أن الغارات رد على هجوم الحوثيين على تل أبيب ويلوح بمزيد من الضربات ويتعهد بمنع نقل السلاح من إيران لجماعة الحوثي والأخيرة تتوعد إسرائيل بدفع الثمن مساعن أمريكية لفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين اسموت ريتش وبنكفير وبحث مزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومستوطنون يصاعدون من وطيرة الاعتداءات بالضفة وسط تنديد عالمي وتحدي لقرار العدل الدولية تعليق جزئي لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب جو بايدن لولاية رئاسية ثانية وارتفاع عدد المشرعين الديمقراطيين الذين يطالبونه بالانسحاب إلى 35 وخياران أمام الرئيس الأمريكي حال انسحابه من السباق وكلاهما مر العطل التكنولوجي العالمي عودة تدريجية إلى استئناف الخدمات وأسابيع حتى التعافي الكامل ومطالبات بتقليص الترابط التقني حول العالم وتحذير استغبرتي من هجمات قرصنة أو على الأقل تكرار الأزمة نبدأ بهذا الخبر العاجل الذي نقلته وكالة ريترز الأنباء عن مصادر أمنية لم تسميها وقالت إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ما تسبب في انفجارات كبيرة إذن هذه الصور وصلتنا قبل قليل لخبر عاجل نقلته وكالة ريترز الأنباء وفيه تؤكد الوكالة أن مصادر أمنية لم تسميها تؤكد أن ضربات إسرائيلية استهدفت قبل قليل مستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ما تسبب في هذه الانفجارات الكبيرة التي نتابع الآن لقطاتها على الهواء الزميلة حنان عيسى من جنوب لبنان للتفاصيل إذن حنان ما الذي حدث في الواقع قبل حوالي ساعة من الآن هزت بلدة عدلون انفجارات قوية جدا طائرات حربية أو طائرة حربية نفذت غارة على بلدة عدلون بحسب ما رأيناه في الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل انفجار كبير جدا وبحسب المعلومات المتداولة يبدو ان الاستهداف هو لمخازن اسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله بطبيعة الحال حزب الله لم يعلق ولم يصدر اي خبر يمكن ان يؤكد او ينفي هذا الموضوع لكن حجم الانفجار كبير جدا في بلدة عدلون التي تقع في قضاء صيدة وهي تبعد عن الحدود اللبنانية حوالي خمسة وثلاثين كيلو مترا هذه الغارة ادت الى اقفال الاتوستراد الرئيسي للواصل بين صور وصيدة ومنع المواطنين من التوجه او الوجود في المكان بسبب الصواريخ التي كانت تسقط على بعض المناطق ايضا جراء هذا الاستهداف وقد ايضا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات التي توضح بان هناك عدد من الصواريخ سقطت على بلدات لكن لم يتم الافادة عن اصابات في هذه المناطق لكن الوكالة الوطنية للإعلام قبل قليل افادت بان عدد من الاصابات في صفوف المدنيين وقعت جراء هذا الاستهداف وجرى نقلهم الى المستشفيات هذه المنطقة في هذه الاثناء هي مقفلة لا يمكن التوجه الى هناك ولا يمكن الوصول الى هناك قبل قليل ايضا قبل حوالي عشر دقائق بالتحديد افدنا بان اصوات الانفجارات ما زالت تسمع في المنطقة وهذا يعني ان الانفجار كبير جدا وان الاستهداف ربما يكون ايضا كبير جدا وربما يؤكد على ان هناك مخزن يحتوي على اسلحة او صواريخ ربما تكون تابعة لحزب الله ايضا خلال هذا الاستهداف كان هناك استهداف اخر في نفس اللحظات لبلدة الشهابية هذه البلدة تقع في قضاء صور ايضا بحسب ما رأيناه ايضا الاستهداف كبير والانفجار الذي رأيناه في المقاطع الفيديو ايضا التي انتشرت والتي نحن الان نضيع حنان على الهواء نحن الان نضيع هذه اللقطات حنان ولكن ارجو ميكي مرة اخرى ان تذكرين بطبيعة المنطقة المستهدفة هل هي حدودية ربما هل هي منطقة سكنية لا ادري نعم هي منطقة سكنية بالتأكيد لكنها ليست حدودية هذه المنطقة ضمن قضاء صيدة الزهراني وهي بعيدة عن الحدود اللبنانية كما اشرنا محمد حوالي 35 كيلو متر اي هذه البلدة هي في عمق الجنوب وهي تقع في قضاء صيدة وبعيدة جدا عن المناطق الحدودية حيث نتواجد وايضا انفجار او الاستهداف الذي حصل في قضاء صور ايضا بعيدة عن الحدود الجنوبية نتحدث هنا عن بلدات جنوبية بعيدة لكن الاستهداف طبيعة الاستهداف هي خطيرة وربما تشير الى وجود مخازن اسلحة لحزب الله بحال صحة المعلومات المتداولة حول طبيعة هذا الانفجار الذي شاهدنا وتشاهدون ايضا حجم الانفجار والذي حدث بعد هذا الاستهداف الذي حصل بواسطة الطيران الحربي الذي نفذ هذه الغارات على اشهبية وايضا بلدة عدلون ونعيد ونؤكد بان المنطقة هي منطقة مقفلة في هذه الاثناء وقبل قليل كانت ما زالت تسمع اصوات الانفجارات في بلدة عدلون بالتحديد وهذا يشير الى حجم الانفجار والاستهداف الكبير الذي حصل في تلك المنطقة اخيرا حنان ليس هناك حتى اللحظة اي حديث عن الضحايا يعني او الخسائر ربما الوكالة الوطنية للأعلام تحدثت عن وقوع اصابات في صفوف المدنيين تم نقلهم الى المستشفيات لكن بسبب اغلاق هذه المنطقة وقطع الطريق حتى سيارات الاسعاف كما افدنا لم تتمكن من الوصول الى تلك المنطقة بسبب الانفجارات التي حصلت بعد هذا الاستهداف اي ان المنطقة هي منطقة خطرة ربما من الببكر الحديث عن ضحايا او عن عدد الاصابات الذي وقع نتيجة هذا الانفجار بانتظار الهدوء هدوء الانفجارات او توقف الانفجارات التي تحصل في تلك المنطقة للافساح المجال لسيارات الاسعاف للتوجه الى هناك ومعاينة الوضع على الارض اشكرك يا الزميل حنان نعيسى من جنوب لبنان هزت سلسلة انفجارات مدينة الحديدة غربي اليمن نتيجة غارات اسرائيلية استهدفت مواقع عدة في المدينة واوقعت قتل وجرحة بعد يوم من هجوم حثي بطائرة مصيرة على تل ابي لم يتأخر الرد الاسرائيلي كثيرا على عملية اختراق تل ابي بمسيرة حوثية فكان في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر غربي اليمن هجوم وصفه مسؤولون اسرائيليون بالمحدود شاركت فيه عشرون مقاتلة من طراز اف خمسة عشر وشملت الاهداف محطة كهرباء وصهاري جواقود في ميناء الحديدة واشارك مصادر يمنية الى سقوط ضحايا جراء القصف الاسرائيلي من جانبها توعدت جماعة الحوثي اسرائيل بالرد واكدت على استمرار دعم الجماعة للقضية الفلسطينية واستمرار اسناد اجنحة المقاومة جيش الاحتلال الاسرائيلي اكد على ان الغارات تأتي ردا على مئات الهجمات التي شنها الحوثيون ضد اسرائيل ولفت الى ان العملية تمت بتنصيق عمليتي كامل مع الولايات المتحدة والتحالف الدولية وشدد وزير الجيش الاسرائيلي على ان اسرائيل ستواصل استهداف الحوثيين في اي مكان عند الضرورة متوعدا في الوقت نفسه بملاحقة من وصفهم اعداء اسرائيل من جانبه قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين تنياهو ان الميناء الذي تمت مهاجمته يستخدم لاهداف عسكرية وهو منطقة مهمة لادخال اسلحة فتاكة من ايران للحوثيين لقد اوضحت منذ بداية الحرب ان اسرائيل ستلحق الضرر بكل من يلحق بنا الاذاء الميناء الذي هاجمناه يستخدم لاهداف عسكرية وهو منطقة هامة لادخال اسلحة فتاكة من ايران للحوثيين اصابت هذه العملية اهدافا على بعد 1800 كيلو متر من حدودنا كل من يريد رؤية شرق اوسط مستقر عليه ان يعمل ضد المحور الايراني ويدعم وقوف اسرائيل ضده في كل مكان فتاولة هذه الفتاولة فتاولة بمتارات بمחק 1800 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تحارب اسرائيل متعهدا بمواجهة تلك الاذرع الايرانية وبكل قوة اقول لكم ان كل شيء متصل بالاخر كل هذا هو ايران هذه الطائرة من دون طيار هي ايرانية والحوثيون اخذوها وقاموا بتطويرها ونحن نحارب ايران باسرار كبير وايران تمتلك العديد من الاذرع التي تحاربنا وسنواجه اذرع ايران بكل قوة وسلاح الجو اعترض مئات الطائرات من دون طيار في هذه الحرب اشتركوا في القناة موسيقى ضيف ملفنا الاول هو اللواء طيارة دكتور هشام الحلبي المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية اهم بك معنا سيادة اللواء تبعت بالتأكيد هذه الغارات على ميناء الحديدة خرجت المقاتلات الاسرالية من تل ابيب على اغلب الظن شهدت هناك وقطعت هذه المسافة تقدر ما بين الف وسبعمائة والفين كيلو متر في اعتقادك سيادة اللواء كم مقاتلة من تراد افة خمسة وثلاثين شاركت في هذه الغارات اول حقيقة عدد الطائرات طبعا معلينش عنه بصورة رسمية لكن تبقى ليه الاهداف اللي اتضربتها الطائرات دي لا تقل عن اتناشر طائرة ومن المحتمل ان يكون مزيج ما بين طائرات الافة خمسة وثلاثين والافة خمستاشر الافة خمستاشر مدهة اكبر من الافة خمسة وثلاثين لكن في كلا الاحوال كلا الطائرتين هيحتاج يمون في الجو خاصة اثناء العودة لان المسافة في حدود الفين كيلو لو نضرب في اتنين عشان العودة يعني اربعة تلاف كيلو فبيبقى المدى لا يمكن ان يصل تصل التراد الهدف وتعود مرة اخرى الا بالتوين في الجو حجم الانفجارات سيادة اللواء هل فاجأتك بشيء ام كنت تتوقع ان يكون الرد على المسيارة يعني التي وصلت الى تل ابيب بهذه القوة الحقيقة هو احنا كنا متوقعين الرد لان المسيارة لما ضربت تل ابيب فالعاصمة وشكل من اشكال السيادة اسرائيل بتنظر لها بهذا الشكل اضافة ان الشارع الاسرائيلي محتقن جدا بشكل كبير وهيبة الجيش الاسرائيلي تنقصت كثيرا بعد حرب غزة وايضا الجامع مع حزب الله فبالتالي كان فيه توقع طبعا ان الضرب لكن ان الضرب يكون على اهداف مدنية ده كان الحقيقة يمكن اللي ما كانش حد يعني متوقعين يكون بهذا الشكل لان الاهداف كانت الحقيقة ميناء الحديدة وايضا خزنات بترول ومحطات كهرباء كلها يعني الحقيقة اهداف مدنية ما هيش سوريق ارض 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 او مناطق تجميع طائرات بدون طيار فانا شايف ان الاهداف المدنية خاصة الخزنات البترول انفجاراتها ضخمة جدا بتحدث نيران بتشتعل لفترات طويلة وفي تقدير ان كان ده مطلوب من الاسرائيليين ان يعملوا هذا الشكل عشان يستمر فترة طويلة بحيث ان هو يعني يشفي غليل الداخل الاسرائيلي ويظهر انهم عندهم القدرة العالية جدا على اه دربة اه بهذا الشكل ففيها جزء معنوي اكتر منه جزء عملياتي طب طبعا سيادة اللواء جماعة الحوثي او ميليشيا الحوثي فاجأت الجميع بهذه المسيارة المسيارة يافا وربما حتى لا ندري حتى الان كيف وسط هذه المسيارة هذه المسافة الفين كيلو متر واصابت هدفها بجانب الصفاءة الامريكية في تل ابيب انما على اي اتحال هل لنا ان نتساءل يعني بالدفاع الجوي هل تمتلك جماعة الحوثي اي اساليب اي سلاح في الدفاع الجوي لا هو جماعة الحوثي اه اه وسائل الدفاع الجوي اللي عندها اه في تقديرنا محدودة هو اللي يمتلكه بشكل كبير جدا الطائرات بدون طيار ببندهاتها المختلفة ومدى بيصل الفين كيلو بساعات في مدىات عندهم بتعدي الالفين كيلو وايضا الصواريخ الارض ارض او الارض بحر ده اللي بيمتلكه لكن ما عندهمش وسائل الدفاع الجوي او طائرات كتال تقليدية فانا شاف ان استغلال الطائرات بدون طيار اللي بتصل لهذا المدى استغلال ايضا ان هذه الطائرات اكتشافها صعب وصدها صعبة ايضا ده في العالم كله يعني لم لا توجد حتى الان منظومة متكاملة في العالم لصد الطائرات بدون طيار وبالتالي وصلها الى تل ابيب امر وارد ما ننساش ايضا في الحرب الروسية الاوكرانية في طار وصلت الكريملين نعم صحيح نعم حضرتك لو قررنا امكانيات الدفاع الجوي الروسي بهذا الشكل هنلاقي قوية لكن الطائرات بنتهار صدها صعب واكتشافها ايضا صعب وهي المرحلة التي قبلها الصد طيب الان كذلك يا سيد الواء يعني القيادات الحوسية تتوعد اسرائيل بالرد ماذا تتوقع حضرتك في رد الحوسي رد الحوسي حيكون فيه اتجاهات الاتجاه الاول في اتجاه اسرائيل ويتم استخدام عدد من الطائرات بدون طيار وزي مطحك هو صدها صعب وبعداد كبيرة ومتتالية وانا شاف ان دي بتعمل ازعاج عالي هي ممكن القدرات التدميرية بتاعتها مش كبيرة يعني هي طارد من طارد بتشيل اقصى حاجة يمكن في حدود الخمسين كيلو جرام ساروخين او كومبلتين او احيانا اقل فهي لا تصحيح ان تحدث تدمير كبير جدا لكنها اذا تم استهداف اهداف مدنية على وجه الخصوص مطارات مدنية مدن تجمعات سكنية بتحتز ازعاج عالي جدا وتأثير معناوي اكبر من قدرات التدميرية وده اللي الحوسي حيشتغل عليه بالطائرات بدون طارد ايضا بالاضافة الى الصواريخ على اختلاف انواحها وده بتستهدف السفن اضافة الى ايضا الزوارق ذاتية القيادة اللي برضو بتستهدف السفن ده مجمل رد الحوسي في المتوقع في المستقل ولكن بالتأكيد سترد اسرائيل مرة اخرى وربما مرات وهنا السؤال تسمعني جيدا سيادة اللواء اسمع اسمع جيدا طيب اقول لحضرتك وبالتأكيد بعد هذا الرد الحوسي سترد اسرائيل كذلك مرة ربما مرات لا ادري وهنا اسألك عن مدى الصمود كيفية الصمود مستوى الصمود لدى جماعة الحوسي هنا جماعة الحوسي الحية كان بتم استهدفها من امريكا وبتساعد معها انجلترا في ضربات موجهة الى الداخل تجمعات الطائرات بدون طيار وايضا اماكن الصواريخ الارض ارض هتدخل اسرائيل ايضا في هذا الضرب بضربات موجهة لكن انا شاف ان اسرائيل اهداف اللي بتنتقيها اهداف مدنية وده المشكلة الاكبر يعني هتحدث ضغوط عالية جدا على السكان في اليمن تخيل بحرك بقى الميناء الحددة فيه 70% من التجارة اليمنية بيبقى وارد لي وايضا محطات الكهرباء محطات البترول ففيه ضغوط كبيرة جدا على السكان المدنين والتوجه الاسرائيلي العام انه بيضرب هدفة الدنيا احنا شفنا في غزة بيضرب هدفة الدنيا ازاي فهيدفع الحقيقة للأسف شديد سكان اليمن تمن كبير جدا في حالة دخول اسرائيل في المشهد اليمني وتكرار هذا الضرب عدة مرات سؤال الاخير سيادة اللواء ما الذي لا نعرفه عن الاف خمسة وثلاثين التي استخدمت اليوم الاف خمسة وثلاثين طائرة من طرات الجيل الخامس المدى بتاعها حوالي بيصل الى الفين ومئتين كيلو ده مدى مطلق المدى ده بنقسمه على اتنين على اساس الطرح هتروح وحترجع تاني فترى تقول المدى التكتيكي يصل الى حوالي 1000 كيلو متر عشان كده بقول الطائرة ده كانت محتاجة او تموينت في الجو اثناء الزهاب واثناء العودعين موينت مرتين على الاقل النقطة التانية هذه الطائرة بتحمل مجموعة متنوعة منها الزخير بتصل الى 8200 كيلو جرام وانا شاف ان ده يعني كم كبير جدا من الطائرة لما تقول 12 طائرة فانا شاف ان الضربة ضربة الحقيقة احدث التدمير عالي جدا في المشآت المدنيين اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية كنت معنا من وسط القاهرة شكرا جزيلا لك نتيجة اعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة كشف موقع والا الاسرائيلي ان البيت الابيض يدرس فرض عقوبات على عضوين في حكومة بن يمين تنياهو هما وزير المالية بسلئيل سموتريتش ووزير الامن القومي اطمار بن كثير ووفقا للموقع فقد اجرى مجلس الامن القومي في البيت الابيض مناقشة حول الاجراءات ضد المستوطنات والوضع الامني في الضفة الغربية المحتلة صحيفة هارتس قالت ان الدول الحليفة تبحث امكانية توسيع نطاق العقوبات لتتجاوز تلك المفروضة على المتطرفين اليمينيين المرتبطين باعمال عنف ضد الفلسطينيين ولتشمل ايضا اشخاصا ومنظمات ترتبط بالبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ورجحت هارتس ان تشدد حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا العقوبات على قادة المستوطنين لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي لاسرائيل مؤخرا والتي اعرب خلالها عن قلقه من اجراءات سموتريتش بالتحديد يذكر ان الحكومة البريطانية السابقة فرضت عقوبات على مجموعات استيطانية ومستوطنين متطرفين ارتكبوا اعمال عنف في الضفة الغربية كما فرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي الاشهر الماضية عقوبات على كيانات وجماعتين اسرائيليتين متطرفتين بسبب اعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وخلال العامين الاخيرين ازدادت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة وتوسع الاحتلال في البناء الاستيطاني هناك هذا بالاضافة الى خطوات اتخذها الاحتلال عبر الوزير اسموتريتش لتوسيع الاستيطان حيث صادقت حكومة اسرائيل الشهر الماضي على انشاء خمسة مواقع استيطانية بالضفة الغربية والتخطيط لبناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة حوار مجددا في دائرة الهجمات الاستيطانية شمال الضفة الغربية مئات المستوطنين شنوا هجوما واسعا استهدف البلدة جنوب ينابلس الهدف هو الاعتراض على قرار محكمة اسرائيلية يقضي بالسماح لتاجر فلسطيني بفتح متجره بعد اغلاقه العام الماضي بتهم التحريض على احداث السابع من اكتوبر الهجوم استهدف عشرات المنازل وحرق مساحات واسعة امتدت بين بلدتي حوار وابورين جنوب نابلس والنتيجة قرار عسكري يلغي قرارا قانونيا لمحكمة اسرائيلية حكمت لصالح فلسطيني تفاصيل تؤكد ان اضرع حكومة اليمين المتطرف عبر الجماعات الاستيطانية هي من تحكم الضفة الغربية وما يحدث ليس ادنى من تلبية رغبات الرؤية الاستيطانية بالضفة حوار سابقا لا يختلف واقعها الحاضر عن ماضيها الاليم فقد تعرضت البلدة لهجمات استيطانية متعددة اكبرها واوسعها كان ما قبل السابع من اكتوبر وتحديدا في السادس والعشرين من فبراير العام الماضي ليلة دامية وطقتها الغد واصفرت عن استشهاد فلسطيني واصابة اكثر من ثلاثمائة اخرين في هجوم امتد اكثر من ست ساعات تحولت فيها حوار لكتلة لهب مشتعلة على وقع تنديد دولي واقليمي بما حدث ما حدث سابقا يحدث الان ومجددا تظهر البيانات الاحصائية لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان الهجمات الاستيطانية العام الماضي بلغت 2410 اعتداء بالضفة الغربية واعلاها كانت في مدينة نابلس بواقع 842 اعتداء فيما العام الحالي سجلت نابس 400 اعتداء من واقع 1334 اعتداء بالضفة الغربية ارقام تؤكد وفق مراقبين ان المستقبل للضفة الغربية لن يخرج عن مواجهة شاملة او حرب تهجير اخرى بهدف السيطرة على الارض وفرض السيادة كما يقول وزراء اليمين المتطرف في الرد على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان ضيف ملفنا الثاني هو ايرك هام خبير الشؤون الامريكية وينضم الينا من واشنطن دي سي اهل بك معنا سيد ايرك ارجو ان توضح لنا في البداية ما الذي يزعج البيت الابيض في سلوك سموتريتش في سلوك المستوطنات اين المشكلة لماذا يحاول البيت الابيض ان يعلن انه سيفرض عقوبات على سموتريتش وبين كثير نحن هنا نرى ان البيت الابيض يحاول قدر الامكان ان يتوازن في قراراته وان يتأكد ان الحرب في غزة لن تأخذ منحي اخرى وفي الوقت ذاته يحاولون عدم تصعيد الاوضاع الموجودة في المنطقة باكملها لذا ادارة بايدن تحاول قدر الامكان تقوم باشياء كثيرة من اجل الدفاع عن الفلسطينيين الذين يعانون في هذه المنطقة وقد وجدنا انهم يعانون الامرين من وراء هذا الاستيطان لهذا قد قررت ادارة بايدن ان تفكك هذه السياسة التي تعمل به اسرائيل الان وقد وجدنا ان ادارة بايدن قد قامت قبل ذلك بتعليق الاسلحة المقدمة لاسرائيل في هذه الحرب من اجل ان تتأكد ان لا يتم تصعيد الاوضاع وهي تتوسط لصالح وقف اطلاق النار هي تحاول قدر الامكان ان تأخذ مصارات دبلوماسية وسياسية لكن يا سيد هامي يعني اسموتريتش وزير وزير يعني وزير مالية في حكومة بن يمين نتنياهو اسموتريتش زعيم حزب في اسرائيل القوى اليهودية اسموتريتش يعني رجل منتخب بالديمقراطية الاسرائيلية انتخبه الشارع ولكن مرة اخرى نحن نرى الان اننا لا يمكننا ان نضمن النتائج التي سيخرج بها هذا النزاع كما نرى ان هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نتنياهو للبيت الابيض ولكن حكومة بايدن ترفض جملة وتفصيلا ما يحدث الان وتحاول قدر الامكان ان تقود السياسات التي تقوم بها اسرائيل ونحن نرى الان ان هذه الازمة ما دالت تستمر في تصاعد مستمر وما دال حقوق الفلسطينيين الابرياء التزهق لهذا نريد ان نضغط على حكومة نتنياهو من اجل قبول حل الدولتين وقبول الحل الدبلوماسي في تبادل الاسراء لكن مرة اخرى اسموتريتش يا سيد هام هو مسؤول الاستيطان المعلن والخفي داخل اسرائيل يعني اسموتريتش قبل ان يكون وزيرا حين اختاره الناخب الاسرائيلي هو اختار شخصا يتزعم جمعية للتوسع بالاستيطان اسموتريتش ينادي جهارا نهارا وعلنا وخفية بضم الضفة الغربية لسيادة اسرائيل كما نعلم ان ادارة بايدن قد بدأت في ان تكون اعنف فيما يتعلق بردود الفعل تجاه ما يحدث من اسرائيل ولهذا قد بدأنا في اتخاذ الكثير من العقوبات وايضا قد بدأنا في تعليق الاسلحة وادانة هذه المستوطنات غير القانونية نحاول قدر الامكان ان نأخذ نهج استباقي فيما يتعلق بهذه المستوطنات ونحاول قدر الامكان ايضا ان نقود هذه الحرب ونقول اننا السياسة الماضية التي كنا نتبعها مع ناتنياهو لم تجدي ثمارها لذا نحاول قدر الامكان ان نتبع نهجا جديدا من اجل ان نؤثر عليهم وهناك جبهات كثيرة هناك حزب الله تأتي من لبنان وغيرها كثيرون هذا هو سؤال الاخير لك سيد هامي ما هي هذه العقوبات التي يعلن البيت الابيض انه يدرس لاقرارها على سموترج يعني يوضح لنا مثلا منع تأشيرة الدخول للولايات المتحدة منعه من تحويل حسابات بنكية الى بنوك الامريكية ومن قبل كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين اقر عقوبات وعقوبات على متطرفين نعم وهذه العقوبات التي اشرت اليها هي عقوبات دائما ما تعرف بها حكومة بايدن وفي هذه الفترة يجب ان نتذكر ان هذا هو العام المعني بالانتخابات الامريكية وادارة بايدن تحاول قدر الامكان ان تبقى حاضرة في اتخاذ القرارات الصائبة لكي لا تؤثر على الوضع الانتخابي لبايدن ولكن ان نأخذ قطوة افضل من ان لا نقوم باي شيء اشكرك ايريك هام خبير الشؤون الامريكية كنت معنا من واشنطن شكرا لك المسوطنات الاسرالية في الاراضي الفلسطينية اذا كان هذا هو حالها الان نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الحزب الديمقراطي تعليق جمع التبرعات بشكل كبير لحملة اعادة انتخاب الرئيس الامريكي جو بايدن يأتي ذلك بينما ارتفع عدد المشرعين الديمقراطيين الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي الى خمسة وثلاثين مشرعا وفي ظل الحديث عن اقتراب بايدن من الانسحاب من السباق الرئاسي يبحث الحزب الديمقراطية السيناريوهات المختلفة لا سيما من سيخلف بايدن في الترشح حال انسحابه ويبقى امام بايدن حال اعلان انسحابه خياران اولهما التخلي عن مهامه بوصفه رئيسا وتسليم شعلة الرئاسة لنائبته كاملة هاريس التي ستكمل بدورها عهده في البيت الابيض لمحاولة انتزاع ولاية ثانية وهو سيناريو اقل حظا وان كانت تقارير ترجح ان يلجأ بايدن لهذا المصار لانه باختصار سيحفز مباشرة مندوبي الحزب للتصويت لصالحها في المؤتمر الحزبي الوطني الذي سينعقد في التاسع عشر من اغسطس المقبل اما الخيار الثاني فهو الانسحاب وترك الباب مفتوحا امام لائحة بودلاء غير محددة ما يرمي الكرة حينها في ملعب مندوبي الحزب الديمقراطي وحده ضيفه من الثاني الثالث هو مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الامريكي وينضم الينا من نيويورك اهلا بك معنا سيد مهدي ماذا تتوقع في البداية الرئيس بايدن حتى الان خمسة وثلاثون مشرعا يقولون له بصوت عال بالمناسبة كفى انسحب واترك المجال لغيرك هل تتوقع ان ينصت اليهم بايدن احياء اليك والى المشاهدين الاعزاء في الحقيقة مسألة انسحاب الرئيس بايدن اصبحت من اهم المشاكل التي تؤرق كثيرين داخل الحزب الديمقراطي وليست المسألة خاصة بما قام الرئيس بايدن به من انجازات سواء في مجال الاقتصاد او التضخم او البطالة ولكن المسألة من الذي يستطيع اليوم ان يهزم ترامب هذه هي المعضلة الاساسية وفقط تعقيم على ما قلته اولا بالطبيعي انسحاب الرئيس بايدن في هذه الفترة يتيح الفرصة لكاميلا هاريش ان تتولى منصبه حسب الدستور ثم يأتي الاجتماع الانتخابي للحزب الديمقراطي وفي هذا الاجتماع يتم تقرير من الذي سيتم ترشيحه من الحزب وهناك طريقتين طريقة الاولى ان يكون الترشيح مباشر الا وهو اختيار او تقديم كاميلا هاريش او تقديم حاكم ولاية كاليفورنيا جيفن نوسن او ان يكون هناك مسألة نقاشات داخل اروقة الحزب وهذا ما تسبو اليه نانسي بولوتي ان يكون هناك نقاش الى من الاصلح للترشيح مقابل دانالد ترامب هذه المسألة لم يتم حسمها بعد اليوم هناك نقاش داخل يعني بيت الرئيس بايدن من اسرة الرئيس بايدن لهم حاولت اخناعه بتنازل عن الحكم الى كاميلا هاريش حسب الدستور انت ماذا تتوقع مرة اخرى سيد مهدي انت مهدي عافيفي ماذا تتوقع انا اتوقع بعد الضغوط الكبيرة التي حدثت داخل الحزب الديمقراطي وحتى لا يكون هناك انشقاء في اجتماع الحزب ان الرئيس بايدن سيتنحى وان كاميلا هاريش ستتولى المنصب الى ان يتم النقاش على البديل في الترشيح وبالمناسبة هناك امر كثيرين لا يتكلمون فيه هذه المرة في الانتخابات بدأت هذه الاحاديث مبكرا عادة نتكلم في هذه التفاصيل في شهر سبتمبر بعد انتهاء اجتماع الحزب الديمقراطي والحزب اليوموري لكن بسبب ما حدث مع ترامب وبسبب مسألة اخفاقات بايدن في اللقاء واخطاءه في الحديث هي التي اصدرت هذا الى السحة لكن لازمت اتوقع ان هناك وقت كافي لان يكون هناك مرشح جيدا خاصة بعدما ظهرت ترامب بحقيقته في الاجتماع الجمهوري عندما لم يستطيع ان يتماك نفسه ويتكلم بعقلانية ورجع تاني لما كان يقوله من قبل طيب اذا سيد مهدي الان الكل ينتظر يوم التاسع عشر من اغسطس المقبل حينها سيقول الحزب الديمقراطي كلمته حينها سيقول للناخب الامريكي نحن كحزب الديمقراطي نعلن اسما مرشح للحزب طيب فقط قبل الحديث عن الانتخابات يعني والمنافسين ما هو دور الحملة التبرع سيد مهدي بمعنى حين نتابع ان مجموعة من المتبرعين في حملة بايدن علقوا تبرعاتهم لعدم رضاهم على اداء بايدن ما هو الدور حملات الانتخابية هنا حملة التبرع بالطبع اولا هناك اكثر من شقة فيه هناك من هم يعترضوا على استبرار بايدن فيه هناك من يتخوفوا في عملية نقل هذه الاموال لان هذه الاموال لابد ان تنتقل للحملة الانتخابية وليس لبايدن شخصيا يعني هذه الاموال لها ديناميكية معينة لانتقالها الشيء الثالث ده نوع من الدعم الذي يعم يعني لما بيكون احد الممثلين مثلا او احد رجال الاعمال او احد رجال سوق المال يقوم بعمل الحملة تبرعات لجمع 20-30 مليون دولار للحملة الرئاسية لابد ان يكون هناك داعمين اخرين مقربين من هذا الشخص ومقربين من الحملة نظرا لمرض الرئيس بايدن في كورونا كما نعلم وايضا توقفه عن الاستبرار في الحملة الانتخابية فقد رأت الادارة الديمقراطية ان يتم توقف هذا سواء كان باختيار بعض المتبرعين او بترشيح ذلك للمتبرعين على ان يتأخر ذلك عندما يتم التوافق على مرشح داخل الحزب الديمقراطي سؤال الاخير لك سيد مهدي في المقابل من يدافع عن بايدن من يقول لا بايدن هو الاصلح يجب ان يستمر داخل الحزب طبعا داخل الحزب هناك اخطاب من الحزب خطة في الوسط الامريكي وفي الميدوست ترى ان الرئيس بايدن عشان ما قدمه للحزب الديمقراطي وما يستطيع ان يقدمه بما ان المنظومة الامريكية ليست تعمل برجل واحد انما هي مؤسسات تدعم الرئاسة فيمكن على الرئيس بايدن ان يستمر هؤلاء هم من اخطاب الحزب الديمقراطي الذين يرون انه لابد من تصعيد ما قام به الرئيس بايدن خلال الثلاث اعوام ونصف التابقة والاستمرار معه وانه حتى في حالة حدوث اي شيء للرئيس بايدن فان الدستور يحمي هذا لانه بشكل مباشر ستتولى كامالة هاري الرئاسة وهي جديرة بالاستمرار في هذا الحكم وتم اختيارها بناء عن خبراتها وعن قيادتها وما قامت به وان الانجازات ليست فقط للرئيس بايدن وانما هي الحزب الديمقراطي على ان لا يتأثر اعضاء الحزب الديمقراطي المعرضين للانتخابات كما تعلم اعتذر منك لذيق الوقت سيد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الامريكي كنت معنا من نيويورك شكرا لك الثالثة والعشرون متواصلة معكم وفيها اكثر من مئة قتيل واشتباكات وحظر للتجول بعد احتجاجات طلابية في بنجلادين اهلا بكم من جديد على الرغم من عودة الخدمات للمطارات والشركات بعد العطلة الذي تسبب فيه تحديث لشركة الامن السيبراني العالمية كراود سترايك فان المخاوفة لا تزال قائمة خاصة في ظل تقارير تفيد بان الاصلاح الكامل سيستغرق اسابيع كما لم يخلو الامر من تحذيرات من هجمات قرصنة خلال تلك الاسابيع شبح الشاشة الزرقاء عطل الانظمة الرقمية ما تسببت به نقرة زر لن تستحى اضراره نقرة مماثلة تلك بعض نتائجه عالقة في كبرى مطارات العالم تأخر مليوني في رحلات السفر في عز موسم الرحلات السياحية والتنقلات التجوالية مكدسة حقائب الملايين ممن عطلت شاشة زرقاء رحلاتهم في آنها هنا يفترشون أرضية الواقع ساعات مديدة إلى أن يصوب ما خرب في العالم الافتراضي في ثوان معدودة التحديث البرمجي من شركة الأمن السيبراني العالمية كراوسترايك عادت نتائجه بزبائن الطيران سنوات إلى الوراء فقد أحدث ذلك مشكلات في الأنظمة البرمجية عطل ملايين الرحلات الجوية واضطر هيئات إعلامية إلى قطع البث ومنع المستخدمين من الوصول إلى خدمتها ليس أولئك وحدهم الواقفين على طابور الانتظار افتراضيا يقف ملايين أنثالهم ليس الانتظار لحالات جوية بل لانتظار مواعيد صحية وخدمات مصرفية إن وقع فقدانها أبلغ على حياتهم من تأخر موعد رحلة سفر الوقع الأكثر إلى من ستتحمله الشركات في كيفية إعادة برمجة المواعيد السابقة مع المواعيد المستحقة في مجالة السفر والصحة والبنوك إن ذلك لن يتدارك في ساعات ووصول حله خلال أيام سيكون على حساب ما عد مسبقا من برامج قد يفسد ما يلحقه من مواسم وفق مقدرين إن المعضلة الأكبر ليست في الطعاط مع تبعات العط الحالي حسب بل في كيفية تفادي تكرار وقوعه لاحقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمير في البداية حين نقول إن كراود سترايك تلك الشركة الأمريكية العملاقة رأس مال أكثر من ثمانين مليار دولار هي الأشهر في العالم لها عشرون ألف مشترك طبعا المشتركون مؤسسات مطارات شركات ضخمة معنى ما أقوله الآن سيد أمير إن بالأمس تأثر عشرين ألف مؤسسة في البداية يا سعد مساءكم مساء مشاهدين كرام أهلا بك يعني هذا انصح اندقت يعني هذا صحيح انصح التعبير طيب بالنسبة لعدد المؤسسات ولكن أعتقد أن المؤسسات أو الشركات أو القطاعات التي تأثرت ستكون حتى بعد هذا الرقم الذي تفضلت به فسيكون هناك الكثير من التأثير لأننا ما شاهدنا حاليا وما أفزعنا بكثيرا أنه وجود مشاهدة الكثير من المسافرين في المطارات والحقائب المتكدسة قطاع الصحي أيضا تأثر والقطاع الصحي ولكن أيضا هناك لا يوجد إحصائيات ربما ستكون من تأثر في القطاع الصحي لأسباب تقنية وليست لأسباب طبية كما يقال فالافتراض في مكانه من حضرته هل حدث ذلك من قبل سيد أمير هذا يعد أكبر حدث في التاريخ حاليا يعني يعني يعد الأكبر وهو يعني ما ينظر إليه الآن كابروفا إذا كان هناك أي عملية أو هجوم سيبراني على مستوى دولي فربما ستكون النتائج على هذا الحجم بهذا الحجم وعلى هذا الأسب المشكلة إن كراود سترايك هي في الأساس شركة لتأمين المعلومات السيبرانية هي الشركة لتأمين المنظومات الداخلية داخل المؤسسات المهمة وهنا المشكلة إنما أنتم كمبراء تقولوننا الآن إن تجاوز هذا العطل وعودة الأمور لما كانت عليه يوم الخميس يعني أول من أمس سيستغرق ذلك أسابيع ما الذي يمكن أن يحدث بهذه الأسابيع؟ نعم يعني كما ذكرنا إذا نحينا الأثر الاقتصادي وأثاره التي لا يمكن حصرها حاليا بالنسبة للقطاعات التي تأثرت أو بالنسبة لشركة مايكروسوفت نفسها أو بالنسبة لشركة كراود سترايك نفسها فنحن نتكلم عن موضوع التعافي من هكذا حدث أو خلل تقني وذلك أيضا وهذا يخضى لعدة ظروف وإمكانيات فبالتالي حسب كل بيئة حسب كل مؤسسة حسب كل قطاع وكمان أولويات حسب تكون هناك أولويات بالنسبة لشركة كراود سترايك للاستجابة لبعض المتطلبات من الشركات لها الذات حساسية أكثر تتعلق بالأمن الوطني والأمن الصحي ولكن التعافي كما ذكرنا لن يكون ربما قريبا جدا بشكل كامل وبالتالي ما حدث كما ذكرنا يعني هو ليس هجوم سيبراني ولكن هو عملية تحديث لبرنامج سوفين وهو معروف يعني عملية التحديث تتم يعني عندما تبعث التحديث لاستضل عطرا على المقاطعة فقط هذا هو سؤال الأخير نحاول فيه أن نبسط الأشياء لمن يتابعنا على قدر الاستطاعة قدر إمكاننا ما حدث هو أن كراود سترايك تلك الشركة العملاقة الأشهر في العالم حاولت أن تحدث منظوماتها الأمنية التي تربط بها الشبكات والمؤسسات بسيستم ما بنظام ما لنقل المعلومات فاختارت يوم الجمعة يعني مثلا اختارت يوم عمل في الغرب صباحا أولا ثانيا فوجهت أن هناك خلل في تطبيق هذا التحديث مع الويندوز مثلا وهو مستخدم كذلك هل هذا مقبول هل هذا منطقي طبعا يعني إذا تحدثنا يعني للإجابة بشكل موضوع على هذا السؤال يعني إذا نظرنا إلى عدد الإمكانيات أو عدد التحديثات التي تقوم بها شركة كراود سترايك تقريبا بشكل يومي و99% منها ناجحة وأنا لا أدافع شركة كراود سترايك ولكن يعني كموبور ميجين وخبراء يعني عندما نكتب كود جديد ونبعثه إلى لتحديث هذا الكود يتم إلغاء الكود السابق ولكن هذه المرة والكمبيوتر يعرف أن هذا الكود جديد هو ما يمكن استخدامه ولكن هذه المرة يعني نظام ويندوز لم يستطع القرار بين استخدام الكود القديم أو الكود الجديد مما أدى إلى هذا الخلل فبالتالي يعني 99% من التحديثات تتم بشكل صحيح ولكن ما يعني السؤال الأكثر أهمية كيف أن نضع يعني كل أو هذه الشركات وهذه القطاعات تضع صحيحة بيضها في سلة واحدة صحيحة شركة كراود سترايك لتتحكم على مستوى أو على هذا المستوى في كثير من القطاعات وطبعا الإجابة أستطيع الإجابة على هذا السؤال نفسي لأن إذا كان الاعتماد على أدة شركات أخرى سيكون هناك أيضا كل شركة وكل سيستم سيحضر معه الكثير من يعني الضعف والثغرات الأمنية بشكل كامل بحيث أن يكون يعني فعملية الصيبر سيكوريتي أو عملية الأمن السيبراني عملية معقدة جدا فبالتالي الحماية أيضا عملية معقدة جدا لتغيير أي هاردوير أو أي سبتوير أو حتى أي كود أمير النمرات خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنت معنا من لندن شكرا لك فرضت شرطة بنجلاديش حظر تجول في جميع انحاء البلاد ونفذت قوات الجيش دوريات في عدد من مناطق العاصمة بعد أيام من اشتباكات نشبت جراء احتجاجات شعبية على توزيع الوظائف الحكومية وخلفت أكثر من مئة قتيل ومئات الجرح شوارع دكا تبدو خالية من المرة بعد انتشار دوريات للجيش في عاصمة بنجلاديش واستحذر للتجوال لإخماد احتجاجات بقيادة الطلاب على نظام الحصص في وظائف القطاع العام مع تسارع تلك الاحتجاجات طلبت رئيسة الوزراء الشيخ حسينة بنشر الجيش بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات واستنقطاع لخدمات الانترنت والرسائل النصية ما جعل البلاد في معزل عن العالم هناك الكثير من المشاكل في بنجلاديش الآن انها تمر بالكثير من المتاعب لا توجد شبكة في البلاد لا نعرف ما يحدث حولنا ورغم تلك الاجراءات الصارمة المفروضة استمرت الاحتجاجات في المناطق العامة بالبلاد واندلعت أعمال عنف بين المتظاهرين وأفراد الأمن ما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات أكثر سرامة في مواجهتها وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين ما أصفر عن سقوط قتلى ومصابين المتحدث باسم شرطة العاصمة أعلن بأن ما لا يقل عن 300 شرطي أصيبوا بجروح خلال تلك المواجهات في مواقع عدة من دكة مشيرا إلى أن قوات حفظ النظام تواجهت مع مئات ألاف المتظاهرين في صدمات أوقعت أكثر من مئة قاتل على الأقل واندلعت الاضطرابات التي بدأت قبل أسابيع في أنحاء بنجلديش في البداية بسبب غضب الطلاب على نظام يخصص 30% من الوظائف الحكومية لأفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان في وقت تعاني البلاد من ارتفاع معدلات البطلة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خمس السكان البالغ عددهم نحو 170 مليون نسمة تلك الاحتجاجات المتواصلة تعد أكبر تحدي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي في منصبها بعد الانتخابات في يناير التي قاطعتها جماعة المعارضة الرئيسية الثلاثة والعشرون انتهت على رأس الساعة وقفة اخبارية جديدة على شاشة الغد فابقوا مع الغد اشتركوا في القناة